السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد ذهب فيا قوم فالباقي ذهب بل إنه أغلى ففيه أعز ما ربي وهب القدر والعشر الأخيرة والجوائز والرتب وقوافر العتقاء في كل ليل محتسب يا رب هبنا أفضل ما ينال ويكتسب العرق والرضوان والتقوى وسبيل تفريج الكرب اللهم آمين هذه الأيام التي بقيت أيها الكرام المباركون هي أفضل الأيام والعلماء فيها على قولين قالوا هي أفضل أم العشر الأول من ذي الحجة فقالوا إن جئت في الليالي فعشر ليالي رمضان الأخيرة أفضل من عشر ليالي ذي الحجة الأولى وإن جئت في الأيام فأيام عشر ذي الحجة الأولى أفضل من أيام عشر الأواخر في رمضان قال ربنا عز وجل والفجر وليالي عشر فقالوا هنا ما الذي يقصد بها في قولين مشهورين للعلماء قالوا هو المقصود بها العشر الأواخر من رمضان أو العشر الأول من ذي الحجة ثم خرج الترتيب الذي ذكرناه آنفا لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علي بن عباد في الصحيح قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الله من عشر ذي الحجة واليوم يبدأ من الفجر إلى إلى المغرب والليلة تدخل من المغرب إلى الفجر التالي ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتتابا غفر له ما تقدم من ذنبه حديث صحيح وعلى هذا ونحن في تلك الأيام نرجع إلى ألف واربعمية واحدى وثلاثين سنة للوراء بالضبط عشرين رمضان سنة ثماني من هجرة العدمان عليه الصلاة والسلام كان فتح مكة كلمنا في المجلس الماضي على غزوة بدر غزوة الفرقان وإن شاء الله عز وجل أن نحن اليوم اثنين وعشرين نتكلم عن فتح مكة ونأخذ الدروس المستفادة ونربطها بما نحن فيه من العشر الأواخر في رمضان أولا ما هو السبب هذه الغزوة أصلا إيش أسباب ما هي أسبابها أسبابها نقض العهد النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية في ذي القعدة سنة ستة من الهجرة في الشميسي الآن من الجهة الجموم كان هناك في منطقة اسمها إيش الحديبة النبي سوى صلح عليه الصلاة والسلام سنة ستة من بنود هذا الصلح أنه يحق للمسلمين أن يعني يدخلوا في حلف مع من شاء من العرب ولقريش كذلك فأتت خزاعة فحالفت النبي عليه الصلاة والسلام وأتت بكر فحالفت قريشا واستمروا على هذا الحلف ثم في ليلة الليلاء ودهية دهياء عدت بكر على خزاعة فقتلتهم وساعدهم في ذلك من قريش ينبغي الآن هم عندهم عهد مع من مع النبي وأوفوا بالعهد إن العهد كان كان مسؤولا عليه الصلاة والسلام فقتلوهم فقام أحدهم واسم عمر بن سالم وركبوا رحل النبي عليه الصلاة والسلام قال إني سائل المحمد عليه الصلاة والسلام عهد أبيه وأبينا الأتلد لقد كنا والدا وكنتم ولدا فلم ننقض موثقة إن بكرا وقريشا بيتونا ركعا وسجدا قتلونا فما ينبغي ذلك فقال له النبي عليه الصلاة والسلام في عند ابن إصحاق مرتلا قال له صرت يا عمر بن سالم إن هذه السحابة تخبرني بمصركم كان في السحابة ونحن الآن نقول اللهم أغيثنا يا رب العالمين اللهم أغيثنا اللهم اسكني الغيث ولا تجعلنا من الخانطين غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا طبقا مجللا نافعا غير ضار اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم إن بالبلاد والعباد من اللأواء ما لا أعلمه إلا أنت اللهم فأنزل علينا رحمتك وغيثك المدرار يا رب العالمين يا رحم الراحمين فقال نصرت يا عمر بن سالم من هنا نستفيد الآن لما ترى مجموعة من الشباب يخرجون متخنفين في صور النساء ونحن في العشر إيش الأواحي مر معنا حديث عظيم حديث أبي هريرة وحديث عمار بن ياسر وحديث رواه سبع من الصحابة ومالك بن الحويرس عند التلمسي وغيره رغم أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر لا قل أمير قال قلت آمين وفي الصحيحين لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء الله خلقك في أحسن تقويم سواء كنت ذكرا أو كنت أنثى وقال ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال فكيف في تلك الليالي التي الناس تقول اللهم ما إنا على ذكرك والسكرك اللهم منك عفون تحب العافة وعفو عنا تخرج على المال والنبي يقول كل أمة معافة إلا المجاهرين اللهم تب علينا وعليهم يا رب العالمين فأنت الآن تنقض العهد مع الله وإذ أخذ ربك من بني آدى من ظهورهم ذريتهم وإشهدهم على أنفسكم على أنفسهم ألست بربكم والعهد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني إيش يعني يوحدون هذا العهد اللي رب أخذ عليك يا أيها الناس عبدوا ربكم آية 21 سورة البقرة فلا تنقض هذا العهد لأن نقض العهد يؤدي بك أن تدخل في الردى وفي الهلاك عافنا الله وإياك هذه من الفائدة هذه أول فائدة الفائدة الثانية أيها الكرام المباركون أن شهر رمضان هو شهر انتصارات على مدى تاريخ المسلمين ليس شهرا للدعاة والنوم بالعجل أنه هو شهر للعمل والإنتاج والاستمرار في هذا الخير وفي هذا البر وفي هذه البركة والعشر التي نحن مقدمون عليها يقول أهل العلم من قصر في الثلثين واجتهد في الثلث الآخر خير ممن اجتهد في الثلثين وقصر في الثلث الآخر ليش؟ إنما الأعمال بال الله أكبر بالخواتف وإنك أنت الآن في الثلثين الأول كان النبي يخلط نوما بصلاة لكن عندما يأتي الثلث الأخير يشد المئذر جلال على اعتزال النساء ويوقظ أهله ويحيي الليل عليه الصلاة والسلام يتحرع ليلة القدر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن هنا قالوا إن أحيئت الليل كله ذكرا وعبادة وفلا فلحرج بعض الفضلاء يرسي الرسائل في هذه الأيام يقول لك التهجد بضعة صح جادكم مثلا الرسال وينسب هذا الشيخ نوع حبيبنا رحمة الله عليه أبي عبد الرحمن محمد بن ناصر ودين الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة ونقول إن هذا القول هو مرجوح من وجوه الوجه الأول أن النبي لما تكلم عن صلاة الليل لم يخذ لها عددا في الصحيح قال صلاة الليل مسنى مسنى إلى ما شاء الله أربعين ستين ثمانين كان بعض السلف له في الليلة الواحدة مئة ركعة كالحسن بن علي بن أبي طالب رب الله عنه وعن أبي مئة ركعة نواكل فقط فلم يحد النبي عليه الصلاة والسلام شيئا أما قول عائشة ما زاد النبي عن أحد عشر ركعة وثلاث عشر ركعة هذا فعله عليه أوضروا الصلاة وتموا التسليم وترك للأمة الأمر الأمر في ساعة حتى لا يشق عليهم في ذلك لقد كان كثل رسول الله أسوة حسنة وإن كنت ترى بأنك لا تزد عن أحد عشر وثلاث عشر ركعة ما في مانع لك لا تبدع بجريف عباداتك الناس الأمر الثاني عمر جمع الناس على أبي بن كعب كمث الصحيح على كم ثلاث وعشرين ركعة قال والتي ينامون عنها خير منها يقصد إيش آخر الليل اللي هي يسموها الآن إيش التهجد والتهجد هو قيام لكن يسبقه نو فالتهجد ما هي كلمة جديدة ومن الليل فتهجد به نافرة لك فالتهجد هو قيام يا أيها المجزم القم الليلة إلا قليل لكنه يسبقه إيش هجود يعني يعني نوم أيها الكرام نبارك الأمر الآخر أسعد الله ياكم مطاعته لما يقول لك عائشة فوكان يعني يحيي الليل يحيي كله بالعبادة عليه أنظر الصلاة وتم التسليم فلا مانع أنك تقسم الصلاة وتطلق قليلا وتنام وخير القيام قيام نبي الله داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه بل قال بعض الفضلاء في قولي وبالأسحار هم يستغفرون قال تلك سنة تغيب عننا ونحن في رمضان غالب الناس يصحى الحد الفجر صح؟ فاجعل لك في السحر استغفار وبالأسحار هم كان بن مسعود يصلي الليل فإذا بقي على الفجر قليل جلس يستغفر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأبه وأمه ماذا فعل؟ لم يخبر عن هذه الوجهة اللي هو خارج لها يوري بها أنتم رأيتهم الناس الآن كل ما واحد ضر بوالده صور سنابة ونزلها كل ما واحد صلى صور سنابة عند الشيخ وانا بقوم لحد الفجر صلى يخفي بتعاله يا رجل استخفي بعملك يا رجل عن الزبير بن العوام عند الطبران ما كان له خبيئة من عمل صالح فليف فعلي خلي بينك ومن الله إيش خبايا حديث بن عمر في الصحيح سبعة يظلم الله في الظلي يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لتعلم شماله ما تنفق يمينه ولقد كان بعض السلف يقوم الليل امرأة ما تعرف يظل يهدهدها حتى تنام ثم يقوم منها والنبي فعلا فمرة عليه الصلاة والسلام نامت عائشة فقام نصب قدميه فقامت عائشة تدور عليه في الغرفة ما وجدته إلا ناصبا قدميه فاجدا يقول اللهم اني أعوذ به رضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك يبكي فبلّ لحيته حتى بلّ افترى عليه الصلاة والسلام فاستخبوا بالعبادات أيها الكرام ورحوم من الفوائد أيضا في تلك الغزوة مو محتاج بقى تشتغل لتبعتلي في سناب وثويتر وثليليقرام عرفت لأم كلنا كتب تصلي يا أخي ما يحتاج مثل هالأمور زاك الله خير خلي بينك وبين ربك عز وجل أحد الثلاث كان عينه إحدى عينيه طافية أسفابه فيها مرض عمية عشر سين حظمة ما تعرف مش الواحد إذا تتعور كده تتصور السنابة شوفوا رجلي لا تنسوني أتعب سونة والله العظيم هذو الحقون ورعاني لسناب هذون وكل واحد مطلع له سنابة يقوم يرصف ويرصف ويقص ويرصف من الواس ويبعث يبعث إيش يبعث للناس تقميش وليس تنقيش وأغلبوا أحاديث باطلة وموضوعة ولا ينقش قبل أن يقمش يجمع يجمع ويرفل كحاص بالليل يحمل عصى يحمل ثعبانا يحسبه حطبا فإذا هو ثعبان يلده الله يعافينه إياكم فنحتاج إلى الهدوء كيف كول شوية الله يرضى عليك ما تدعى مثل هاللي مسوينه الناس أيضا من الفوائد هادثي هتلك الغزاء أيها الكرام والبركون العفو العفو الصفح سبحان الله النبي أهدر دماء تسعة من الكفار ابن خطل وابنه بيره فلان فلان ولا غير ذلك وعبد الله بن سعد بن أبي سرح جاب عثمان للنبي عليه الصلاة والسلام اعفو عنه يا رسول الله اعفو عنه يا رسول الله وكمان عكرم ابن أبي جهل أتت زوجه وشفعت له عند من عند النبي عليه الصلاة والسلام فهذه أيام عفو يا أخواني بينكم بين أخيك شحناء سامح يا رجل سامح قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا أدلكم حديث صحيح على ما هو خير من الصلاة والصيام والصدقة اسمع حبيبه قلنا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين الله أكبر الله عز وجل قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس تلاقيتم تلاقين فلا قلتم ولا قلنا ولا بنتم ولا بنا وإن كان من عتبة فليكن بالحسن وخيرهم الذي يبدأ بالسلام عفداء شراح فرحم يا رجل النبي يا أخي عليه الصلاة والسلام في واحد منهم أفقط زينب من على البعير هي رحى النبي عليه الصلاة والسلام نخف البعير فأفقطه وكانت حاملا فأسلبا فقى واحد فوقف بنتك هذه الله لا يورينا ولا يورينا بالله السامحة والنبي سامحه وعفى عنه عليه الصلاة والسلام سامح يا أخي المسامح كريم إن شاء الله عز وجل وخيرهم الذي يبدأ به الذي يبدأ بالسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وما أرسلناك إلا رحمة إلا رحمة للعالمين أيضا لما جمعهم فول لهم في مكة وقال ما تظنون أني فاعل بكم حديث مرسل قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتموا اطلقا أروح أخرى سامحناكم مع أن هم الذين آذوا النبي ثلاثر سنة وألقوا سنة الجزور على ظهره وكسروا رباعيته وشجوا وجهه ومع ذلك كله النبي يقول اذهبوا فأنتموا اطلقا خامسا عدم انتهاك حرومات الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا يوم يوم الملحمة سعد بن عبادة قال النبي كلا إنه يوم المرحمة يوم تعظم فيه الكعبة قال هذا يوم مرحمة ما هو يوم ملحمة لا يوم تعظم فيه الكعبة أبدا ولا تنتهك فيه محارم الله تبارك وتعالى فلا تنتهك حرمة الصيام أخي المبارك بالفطر عمدا أو بجعل الليل والعاز بالله للمعاق وأكثر فيه من قول حديث عبد الله بن بوريدة عن عائشة عند الترمذي وابن ماجة قالت يا رسول الله إن أنا أدركت ليلة القدر ماذا أقول قال أقول يا الله منك عفو تحب العسوى فاعط عني اللهم إنك وكثر من هذا وتحرى تلك الليلة أخي المبارك ومن الرسائل التي انتشرت اليوم وأمس انتشارا شديدا وهي تنسب ل ابن رجب الحنبل في لطاعة المعارف قال وقال الوزير ابن هبير وإذا كانت الليلة ليلة نوترية يوم ليلة جمعة فهي أحرى أن تكون هي ليلة القدر وقال شيخ الإسلام نقول أولا ابن تيمي مجال الكلام هذا الرقم واحد الأمر الثاني نقله ابن رجب الحنبل عن الوزير ابن هبير الفقيه ثم ما نقلوا كنب هبيرة واش جنب هبيرة قال وكل هذه العلامات لا نقصع فيها بليلة القدر ليه عن عائشة عند البخاري ومسلم قال التمسوها في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان إذن المقدم هو كلام مين النبي صلى الله عليه وسلم وهي تنتقل كما قال ابن حجر 21 23 25 27 29 المطلوب نحن نتحرى في كل ذلك ومن الأمر العجيب خرج النبي لكي يخبرهم بليلة القدر فوجد رجلين يتلاحيان هذه عشان يقولنا كده المنابذة والكلام الكثير والقروشة يرفع الرحمة والبركة لقى اثنين جلسين يسووا قروشة في المسجد والنبي رايح يقول له من ليلة القدر اللي اركزها فانشغل بهم فرفعت انسيها لحكمة يعلمها الله قال إني خرجت إليكم ليخبركم بليلة القدر فوجدت رجلين يتلاحيان في المسجد فرفعت ولعله خير التمسوها في الأوتار والتمسوها في العش الأواخر من رمضان من رحمة الله عز وجل لذلك الجروشة الكثيرة والمنابذات الكثيرة والخصومات الكثيرة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اصبروا لا تنازع في البيت يا أخي لا تنازع في مسجد لا تنازع الناس في الحارة خلك طيب مع الناس خلك سمح امر بالمعروف بالمعروف ونهع المنكر أيضا بالمعروف إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله ما في خير المنازع والمنابذة ترفع الرحمات من فاصل الأرض والسماوات فهذا هو شر مثل هالأمور فنتحرى كل هذه الأيام وكل هذه الليالي ونحسن فيها أيضا من الرسائل التي تأتي يقول لك يقول الشيخ فلان أحد مشايخ الحرمين ونريد أن نقول لا يوجد حساب لأحد مشايخ الحرمين على وسائل التواصل كان أحد مشايخ من أئمة الحرمين عند حساب ما في أي شيخ عنده أي حساب لا على فيسبوك ويضربوك ولا على واتس لئيم ولا على سناب شات وكل ما هو آت آت ما عندهم البهلل اللي عند الناس هذا ضيعت عليهم عباداتهم وأمورهم لا ما عندهم الكلام ده قال لك ليلة القدر أعطيكم مشاريع اتصدق بريال كأنك تصدقت مش عارب بكم ولا صلرك عتين ولا اقرأ جزئين كل هذه بداع لا يخص عبادة في يوم بعينه إلا ب إلا بدليل ستنا عايشة لما قالت إيش أقول يا رسول الله ما قال لها اتصدقي صلي اعملي ولذلك يقول أحد السلف والدعاء في تلك الليلة أحب إلي من الصلاة ليس؟ ليس قال هالكلام؟ استفاد من الحديث الله منك عفو أن تحب العفوان فاعفوا عني فلا داع لكثرة البدع الله يرضى عليك اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتهم ما تحتاج مثل هذا وبعض الناس مهتم بالأحلام والرؤى قالوا أنا في رؤيتان أتت قالوا سألهم عليهم قال رأيت أني ليلة الجمعة ليلة القدر فقيل له من الذي رأى؟ قال مسجول عنده ستة شهور قلناه يخرج لسبع شهور إن شاء الله عز وجل له ليلة القدر ولا شيء شوف من رحمة الله أخفاها حتى في الرؤى والأحلام واحد ثاني قال رأيت عشرين على تسعة فإذن معناه هي ليلة واحد وعشرين قيل له من الرأي؟ قال مسجول لي سبع شهور قلناه يخرج لتسعة شهور إن شاء الله عز وجل عشرين على تسعة ما لها علاقة لا بلية الحدر ولا كذا أخفية لا تدور وراها ولا تبحث إننا نعبد الله بالرؤى والأحلام إننا يعني القرآن واضح والسنة واضحة من قام ليلة القدر إيمالا واحد سابا هذا يدور أن يجيح علمي ولا يبعد يمشر وسط الناس أيها ليلة القدر ترى الليلة هادي انتبهوا وكذا لا يا أخي اشتهت في كل شيء وتحراها في كل وقت فإن تحريتها قال ابن حجر في فتح البارئ ولا حفظ لمن لم يتحراها لابد تتحراها يعني تبحث عنها كيف تبحث عنها إن الليلة ليلة وترية فتدعو الله موقنا أنها إيه ليلة القدر وبعد بكرة أيضا في ليلة وترية ثانية هذا معنى إيه معنى التحري ولها علامات تسبقها أنها ليلة ريح ومطر وأنها ليلة لا يرمى فيها بنجم وأنها ليلة لا قارة ولا باردة وأنها ليلة تكون منيرة كأن القمر قد بذغ فيها وفي أيضا علامات تسبعها أن الشمس تخرج صبيحتها لا شعاع لها كالقمر كأنها خارج في طس ومن حديث مسلم عن أبي هريرة أنها تكون كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحة تلك شق جفنة يعني إيش الجفنة الجفنة اللي هو الإناء الصحن شقه يعني نصف الصحن وهذا يكون غالبا في الليلة الأخيرة 5-27 لغير ذلك وأما قول بعض الناس هي ليلة 27 نقول هذا لا دليل علي قال ابن عطية وقال بعض الناس إن لما تعد ليلة القدر تلقها تسع حروف تسعة ثلاثة بسبعة وعشرين ولما تعد كلمات سورة القدر تجي عند كلمة هي تلقها هي الكلمة كم؟ سبعة وعشرين قال وهذا من ملح تفسير لا من متين العلم هذا من ملح تفسير لكن ليس من متين العلم من اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام في بحرات كل وقت وتفتهد فيها وتدعو الله عز وجل فيها وتحيي أهلك فيها وتوقظ فيها نسائك ومن كانت حائضا تشتغل بالدعاء ومن كانت نفساء كذلك ومن كان مريض من يجل يصلي يشتغل بالذكر والدعاء قال الشافعي ورحمه الله ومن صلى العشاء والفجر في جماعة أدرك حظا كبيرا بليلة القدر لأن النبي يقول من قام ليلة القدر والنبي يقول من صلى العشاء كمن قام نصف الليل ومن صلى الفجر كمن قام الفجر مع العشاء في ليلة واحدة وأسأل الله عز وجل ولكم التوفير ختاما أيها الكرد أردكم كلمة أخيرة تدل عليه المناسبة وهي أنه ربما يكون العيد يوم الجمعة ربما الله أعلم فإن كان العيد يوم الجمعة ففيه أن من صلى العيد سقطت عنه صلاة الجمعة لا صلاة الظهر بعضنا تحساب أنه إذا صلى العيد لا ظهر ولا جمعة لا ولا خوف لا الله يرضى عليك ضحر المعلومة قال أدركنا في يومنا هذا عيدان فمن صلى العيد فلا جمعة عليه وإنا مجمعون إيش فعلت هالكلام الأئمة وفقهم الله وخطباء المساجد يجون يقومون الجمعة بالناس أتذكر في مسجد جنبنا كان نفس الكلام العيد كان يوم جمعة صلى الفجر الإمام وقال ترى ما في جمعة وحنقفل المسجد لا يخي إذا كان المسجد مختوح والناس يجي بيوم الجمعة اللي بغي يجي الله يطلقه ما في حرج ويأتي الإمام ويأتي الخطيب ويصلي بالناس صلاة الجمعة أما رخصة لمن صلى العيد أنه تسقط عنه صلاة الجمعة ويبقى في ذمته صلاة الظهر ومن لم يدرك صلاة العيد وجب عليه الأمر كما هو في صلاة في صلاة الجمعة صدقة الفطر كما قال الشافعي وقال بن سيمي وقال بن باد ممكن تطلح يوم أو يومين أو ثلاثة قبل يوم العيد يعني قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة تطلح صدقة الفطر وهذا كل وقت إجزاء وقت الكمال أن تخرج قبل صلاة العيد وماذا يخرج منها يخرج قوتا وليس مالا القول بالمال رأي للأحناف والقول بالقوت شريعة لسيد الأحناف عليه الصلاة والسلام فالما الذي يقدم يقدم الدليل ويقدم الرأي والأمر الآخر ذاك الله خير الأموال عندك في الزكاة طلع من كيفك من الزكاة ادي الناس تيجي عندي أبو خمسة ريال وعشر ريال كله صاع من الرز تقول نطلع أفلوس وانت ما شاء الله عندك مثالة الهناك أرقامك ما شاء الله لأخوة تلب الله تقول لا ما يصير ولا أخوة نأخذ ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام القوت قوت والمال مال تتبع اللي جاء بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا قول جماهير العلماء صاعا من بر يعني الشيخ بن بر قال ثلاثة كيلو بالتقريب تختلف بين الأصناف في التمر في الرجل في البر في الشعير إلى غير ذلك حتى عن الحمل في البطن مذهب عثمان بن عفان تعد بزورة كم تدرس لثلاثة وطلحها للفقير القض منها أن يكفى الفقير في ذلك اليوم السؤال وقيل لكل من ملك ما زاد عن قوت يومه ومصارفها في شخص واحد اللي هم الفقراء هم لمن للفقراء ومن أخرجها بعد صلاة العيد فإنما هي صدقة وليست زكاة أسأل الله يويننا علينا وعليكم يديننا وعليكم في الخير والبر والبركة ويهل علينا الأيام هذا هل عديدة وأشهر مديدة ونحن وإياكم في حياة رغيدة وسعيدة وهم وثقنا لكل خير وإن على كل بر الله متعد بلادين أمنا أمنا سخار رحنا وسائل بلاد المسلمين من بالخير والبركة على عمول بلاد المسلمين يا رب العالمين في فلسطين والشام والعراقين وأرى كان وفاق كل أرض وتحت كل السماء الله موافق جنودا على التغول يا رب العالمين سجد سهامهم ورميهم وكلفهم في أهل الدخير وبركة واجعل هذه الأيام أيام فتح ودركة ونصرة علينا وعلينا يا رب العالمين وفقنا أمري لما تحب وترضى وخذ بنا وعطيهم إلى الدر والتقوى اللهم ارحم آباءنا ومهاتنا اللهم رحمة واسعة من كان حين أطل عمره في الطاعة من كان ويتم فجع المساه جنات كجنات النعيم اللهم اقفل أهل هذا المسجد والأهل هذا الحي يا رب العالمين اللهم اجعل بيوتنا وبيوتكم بيوت خير وذر نبارك اقضع عنا بيوننا نفذ تروبنا اغطر ذنوبنا واجتر عيوبنا وجلل بالحجاب نساءنا اللهم ارتم الكلام وربنا المحمود وله المكارم والعلى والجود ثم الصلاة على المصطفة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لاحق قبري وورق ذات الدعوان الحمد لله رب العالمين